مرحبا بكم البنات واش عمركم مجربته الخلع ديال التجاج وبطريقة صحية وبدون شحوم تنتمنى كاملين تتابعوا معي المراحل وطريقة ديال التحضير غادي نحضر واحد الخلع اللي كيجي صحي والديد كيف ما كيباليكم هادو ما المكونة اللي غادي نحتاجه غا نحتاجه ثلاثة المعال الكبار ديال القصبور الحبوب اللي غادي يكون مطحون غا نحتاجه ثلاثة المعال الكبار ديال الكامون انا غير هرمشته شوية مطحنتوش بزاف وهنايا غادي نحتاجه ثلاثة المعال الكبار ديال الملحة جوج معال الكبار ديال التومة محقوكة معلقة كبيرة ديال الخرقوم هنايا عندي ثلاثة صدورة كبار ديال التجاج اللي غادي يكون مقطعين شها رائحة غادي نحتاجه واحد شوية ديال زيتون وغادي نحتاجه واحد الكيمياء ديال الخل يلا كنت اول مرة كتشاهدوا القناة اتمنى تشتركوا في القناة ديالي وتفعلوا زي الجرس هاكده باش يوصلكم دائما جديد الفيديوهات ديالي وجديد الوصفات ديالي اول حاجة غادي ناخدو داكستر ديال التجاج من بعد ما نغسلنا غادي نديرو اقتر مزيان من الماء من بعد غادي نوضعو فيه التوابيل ديالنا غادي نوضعو القزبور وغادي نوضعو الكامون غادي نزيدو عليهم شوية ديال الخرقوم هاد الطريقة ديال الخليع كتجي صحية خصوصا الناس اللي كيعجبهم الخليع وفي نفس الوقت ما كيبغوش ديال الحم ولا اللي كيكون فيها الشحمة غادي نزيدو الملحة غادي نزيدو هنا يا التومة غادي نزيدو واحد الكيميات ديال الخل تقريبا واحد نصف كأس ديال الخل نخله ولا غادي يعقم لينا دك الدجاج من بعد موضعنا التوابل غادي نحاولو نخلطو دك الدجاج مزيان مع دك الدوابل حتى غادي تشربو مزيان انا غادي نخدم بيديا هكدا باش غادي نشرم المزيان دجاج ديالي وهذا هو الشكل باش قطعت صدر الدجاج ديالي كيفما كيبغلكم قطعته على شكل طولي حجم متوسط هكدا غادي نشف لكم دغياء وفي نفس الوقت مني غادي نبغيوه باش نحتاجوه للطياب كي جينا دك شرائح لكي يكونوا زوينين غادي نزيدو واحد شوية زيت الزيتون انا شرملت الدجاج ديالي مزيان ودخلت في دك الدبيلة وضعته في تلاجات قريبا واحد لمدة ديالليلة كاملة من بعد مداز ديالليلة ولا دك النهار هنا ياخدي الدجاج ديالي غادي نحاولو نحركوه مزيان كيفما كيبغلكوم ره الدجاج دياللي بدك ينشف من بعد ما نحركتو غادي ناخدو واحد البلاطو وغادي نوضعوه عليه الدجاج ديالنا هنا دجاج ديالي غادي نغطيه بواحدة شبيكة ولا واحدة زويف اللي غادي يكون نقي وغادي نطلعو الشميشة حتى غادي نشف مزيان هاكده باش ما غادي يوصلوش الدبان ولا الحشرات ولا الغبار انا كالجوه عندي سخون تقريبا ما اخداش لي بزاف الوقت باش ينشف تقريبا نخده لي واحدة ربع يام ديال الوقت من بعد ما نشف اليم زيان داك القديد ولا داك دجاج غادي ناخدوه غادي نغسلوه غادي نرطبو شوي في الماء باش يجي يقوم دجاج ديالكم رطب وصفيتو حتى تصفقه من داك الماء اللي فيه ولاننا نغسلنا من طبع الحال غا نزيدو عليه واحد شو ديال كامون واحد شو ديال قصبر حبوب واحد شو ديال ملحه غادي نزيدو زيت الزيتون هاد هاد زيت الزيتون غادي نعودوها بشحم اللي مولفين كنديرو في الخليح باش نطيبو هاد الخليح عندنا جوش طورق ياما غادي ناخدوه غادي نفورو شوية اه فوق اه فوق واحد البرما كيف كان فورو الكسكسو والله غادي ناخدوه غادي نطيبوه في واحد الكوكوت انتو ما عندكم حرية ديالاختيار غادي نزيدو الكامون غادي نزيدو القزبور حبوب وغادي نزيدو الملحه كيف مكتلكو مرا نغسلها من قبل وارتبطوه غادي نزيدو التومة غادي نزيدو واحد شوية زيت الزيتون اهنا غادي نرد جاج ديالي فلكسكس انا اهنا غادي نفورو انا هنا غادي ندير الجاج يتفور وكيف مكتلكو ميلا كنتو بغين تطيبو كل شي في الكوكوت غادي نديروا واحد الكاسي ديال الماء غادي توضعوا الجاج ديالكم وغادي توضعوا الكمية ديال الزيت الزيتون اللي غادي تغطي لكم الكمية كاملة وغادي تسدو عليها غادي تخليوه حتى غادي طيب ثاني زيت لكم świeجز ومن بعد كватد تعموه في القريعات أنا هنا ها حاذين ناريد الجاج ديالي غادي فور من بعد مما فار و بنحذر جاج ديالي هذا هو الشكل دياله ها حاذين غادي نقاكان نعماه الله في دaker القريعات ديال الجاج هاد القريعات راي غسلة اهم من قبل والنس اللي بغيت دير الفيس wealth غادي تزيره مع الشحمة غادي ياختهم مسكيله ديال الشحمة غادي زيو المقادرة في الاول قد يزيدوا عليه وحدة كسده يلزيت الزيتون قد يدروا كل شي في الكوكوت حتى قد يطيبون كيف كان طيبه الخليجية للحم إن شاء الله قد نحطوه لكم في القناة قد نعمروا القراءة ديالنا حتى قد يعمروا مزيان حتى الفق بزيت الزيتون ممكن تخلطوا الزيت النباتي مع زيت الزيتون ولكن احنا دائما نختاروا الصحي من بعد ما قد نعمروا القراءات قد نستوهم وقنتمنى الفكرة ديالي وما تكرقتكم ومعجباتكم وغي جربا وصلت معكم نهاية الفيديو نتمنى نلقاكم بخير وعلى خير فيديوهات مقبلة ووصفات مقبلة وانتظروا دائما الجديد ديالي وبسلام فصفة أخرى ان شاء الله اشتركوا في القناة